نعم وائل هو زميلي في الحقيقة لتدقيق لم يؤجل هشام المشيشري لأنه لم يعلن أن اليوم سيكون موعد تقديم اللائحة المهل الدستورية تمنحه إلى 25 من هذا الشهر ولكن كان متوقع أن يعلن اليوم وفق بعض التسريبات ولكنه لم يعلن عن هذا اليوم والمرجح أن يعلن عن هذه الحكومة غدا ربما أسباب هذا التأخير في الأعلان عن الحكومة هي وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق ببعض الوزارات وهل أنه سيدمج بعض الوزارات الأخرى ما هو مؤكد الآن أن ثلاث وزارات ذات سبعة اقتصادية ستكون في وزارة واحدة بمثابة القطب الاقتصادي وهي التنمية المحلية وأملاك الدولة ووزارة المالية ستكون في وزارة واحدة أيضا وفق التسريبات والأن هذه الحكومة ستكون حكومة محدودة العدد بالمقارنة مع الحكومة السابقة ستكون حكومة قوامها 23 وزارة يعني 23 وزارة مقارنة بالوزارات السابقة ستكون حكومة مصغرة وحكومة إنجاز اقتصادي بالدرجة الأولى إلى ذلك فيما يتعلق بالأحزاب السياسية هناك تأكيد من قبل حركة الشعب كما ذكرت زميلي في الخبر وتأكد هذا حركة الشعب أعلن دعمه لهذه الحكومة ولكنه سيفوض المكتب السياسي لمتابعة البرنامج والمشروع الاقتصادي للحكومة وأيضا بعض التسميات الأخرى ولكن من ناحية المبدأ ربما هو أول حزب يعلن بشكل واضح وسريح دعمه للمشيشي راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة قال أنه من المفترض أو من المرجح أن تمر هذه الحكومة ولكنه يستدرك فيما بعد ويقول أن حزب النهضة يرفض رفضا قطعيا يعني مسألة الحكومة غير الحزبية واعتبرها تهديد بالضبط ويعتبرها حكومة غير مجدية ووجب أن تكون محاطة بحزام سياسي وتكون ممثلة من أحزاب سياسية ولكن يتوقع البعض أن هذا الموقف سيشهد بعض المرونة بحيث لا يمكن لحزب حركة النهضة أن يقطع طريقة من هذه الحكومة في البرنامج إلا إذا ما اختار لهذه الانتخابات أن تعاد مرة أخرى قلب تونس لم يتكتم حتى اللحظة ولا إن صدر موقف من رئيس كتلته قال أن هذه الحكومة يجب أن تمر وبالتالي نستخلص من هنا في نظرة بانورامية أن كل الأحزاب تتوجس من فرضية يعطل الانتخابات وحل البرلمان وهذا ما يجعل به الحكومة يعني يؤكد أنها قد تمر إلى البرلمان وإلى جلسة مصادقة التي لم يرن عنها بعد في انتظار اجتماع مكتب المجلس يوم ثلاثاء وآل شكرا جزيلا لك بلال مبروك مراسل غد كنت معنا من تونس